سيد محمود بداية أهلا بك كيف هي الأوضاع سيد محمود الحقوقية بعد ست سنوات من انقلاب 30 يونيو الحقيقة حينما نتحدث عن الأوضاع الحقوقية بعد مرور ست سنوات من الثالث من يولوي تموز 2013 ونحن الآن في اليوم أتممنا ست سنوات نقول أن الأوضاع الحقوقية في مصر صارت متردية وهي في حالة لم تشهدها مصر من قبل يعني طوال 30 عاما التي حاكم فيها محمد حصني مبارك لم تحدث فيها مثل هذه الانتهاكات الصارخة بدءا من الاعتداء على الحقوق المتمثلة في الحريات السياسية والمدنية أو في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية على مدار ست سنوات نقول أن حصات ست سنوات الآن نتحدث عن 830 مواطن لقوا حتفهم وماتوا داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي الجسيم المتعمد من قبل السلطات المصرية نتحدث عن ألاف من القتلى والتصفية الجسادية على أرض سيناء نتحدث عن أكثر من ستة ألاف مواطن تم إخفاءهم قصريا نتحدث عن 52 مواطن تم إعدامهم إعداما تعسفيا في محاكمات غير عادلة قالت عنها منظمات الحققية الدولية مثل المفاوضية السامية الحقق الإنسان والمقاررة الخاصة المعنية بالقتل خارج نتاق القضاء تعسفا أن هذه أحكام جائرة وأن هؤلاء مواطنون لم يتمتعوا المحكمات التي تفضلت بها ما هو الدور للمنظمات الحقوقية إذا ذلك نقول أن المنظمات الحقوقية نجحت نجاحا باهرا في أمرين الأمر الأول أنها رصدت هذا الكم الهائل من الخرقات والانتهاكات التي تمت رصدت حالات القتل رصدت حالات الإعدام خارج نطاق القضاء تعسفا رصدت حالات الاختفاء القصري ووثقت هذا الأمر الثاني ووثقت هذه الجرائم وأثبتت أن المتورطون في هذه الجرائم هو نظام المصري أي أن الجرائم التي ارتكبت في حقوق الإنسان في مصر هي جرائم ممنهجة جريمة نظام باقتدار وهذا ما نجحت فيه المنظمات الحقوقية حينما وضعت هذه التقارير على طاولة لجنة منهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة التي صنفت مصر في العام الماضي على أنها تمارس التعذيب باقتدار وبطريقة ممنهجة ومستمرة فهذه كانت الإدانة الدولية الثانية في تاريخ مصر من قبل منظمة أمامية أيضا المنظمات الحقوقية الآن تسعى إلى ملاحقة هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم من رأس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ووزرائه خاصة وزارة الداخلية التي تعذب المواطنين وتقتلهم ملاحقتهم ومنع إفلاطهم من العقاب سيد مدير مؤسسة أعدالة لحواغنسان ومحمود جابر شكرا جزيلا